الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين مما بعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله مجلس خير وهدى كما سأل سبحانه وتعالى يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه آمين سبق الإشارة إلى بعض المسائل متعلقة بالحج سبق أن مثل هذه المسائل وهي ما يسمى بالنوازن أنها يختلف معناها خلونا وإن كانت النازلة كما سأتقدم هي المسألة الجديدة الواقعة وقد تكون أيضا شديدة كما يقال النازلة مثل ما ينزل ما نزل بالناس اليوم من هذا الوباء يسمى نازلة لكن يراد بالنازلة كما تقدم ما يكون من المسائل التي قد سبق بحثوها من العلم لكن هي فيها جدة من وجه آخر أو فيها وجه آخر يحتاج إلى شيء من النظر والبحث وبحمد الله أهل العلم يتكلمون في هذه المسائل في هذا الزمان سبق الإشارة إلى أن المجامع والهيئات مجامع الفقية والهيئات والمجالس تكلمت في جنس هذه المسائل وأفاضوا في البحث فيها مع اختلاف اجتهاد أهل العلم والواجه هو تحري الأدلة من جهة عموم لفظها وعموم معناها والدلالة على المقاصد الشرعية في هذا الباب من المسائل التي أيضا تكلم أهل علم عليها تكلم أهل العلم عليها لكن قد تتسع تتسع صورها في هذا الزمان ما يتعلق بالجروح و ما يتعلق بالشجاج في البدن للمحرم وهل له أثر على إحرامه أولا ما يتعلق بخروج شيء من البدن من الدون وذلك هذا لا يؤثر على إحرامه لا يؤثر على طهارته لكن فيما يتعلق بالإحرام نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر قاله حديث ابن عباس حديث ابن عمر نهى عن لوس العمائم عليه الصلاة والسلام والمعنى أن الرأس يجب كشفه في حق الرجل وكذلك قال في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ولا تخمر رأسه ولا تخمر رأسه فالرأس يجب كشفه ومعلوم أنه كانت تستهدم ما يعصب به الرأس يعصب به الرأس كثير من العلم يرى أن ما يعصب به الرأس هذا حكم حكم ما يستر الرأس حكم حكم ما يستر الرأس ويكثر استعمال اللصوق الذي يكون في الجروح وهذا اللصوق قد يكون شيئا يسيرا يكون شيئا يسيرا وهو يغطي شيئا من الرأس يغطي شيئا من الرأس هل يأخذ حكم الغطاء أو لا يأخذ حكم الغطاء اختلف العلماء فيما يتعلق بهذا وكذلك أيضا في غير الرأس ما يتعلق بالشد للبدن شد الركم مثلا والمفاصل والأربطة التي يشد بها البدن فهل يجوز للمحرم استعمالها أو أنه إذا شد بدنه بشيء من ذلك فدأ لأن المحرم لا يجوز له أن يغطي بدنه على وجه يشبه اللباس للبدن أما ما يتعلق بالصورة الأولى وهي اللصوق فمذهب الإمام مالك رحمه الله والإمام أحمد المشهور عندهم أنه يفدي بكل ما يضع على الرأس صغيرا كان أو كبيرا لصوق أو عصابة أو نحو ذلك لأنه إذا نهي عن الكل نهي عن الجزء إذا نهي عن الكل النهي عن الكل نهي عن الجزء فاجتنبوه إذا نهيتك عن شيء فاجتنبوه والنبي عليه الصلاة سنهى عن تغطية الرأس وهذا في باب الإحرام فيجب اجتناب تغطية الرأس في كل شيء وذهبوا حنيفة رحمه الله إلى أنه لا تحصل تغطية الرأس وشتره إلا بتغطية الرمع فأكثر وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن التغطية لا تكون إلا بما يكون تغطية عرفاء المذهب الأول ومذنبالك الشاو وأحمد أخذوا بإطلاق الحديث بالنهي عنه وأن النهي عن الشيء نهي عن أجزئه كما لو نهاك عن أكل هذا الرغيف فلا تكون ممتثلا إلا بالانتهاء عن أكل وتناول أي شيء منه ولو تناول المنهي عنه شيئا منه ولو يسيرا يكون منتهيكا لما نهاه عنه عاصيا كذلك في باب تغطية الرأس أما آل أحنا فلهم قاعدة في هذا الباب أوردوها في مسائل كثيرة وهي في الحقيقة لا دليل عليها وهي من القول بالرأي أما قول الشافعي رحمه الله قول الشافعي رحمه الله فإنهم قالوا إن التغطية لا تكون إلا بما تحصل التغطية به عرفة تليله أنه لو غطى رأسه بيده لا يحصل به التغطية ولا يسمى مغطيا ولا يفدي ولا يفدي بذلك و مما يقوي هذا القول هذا القول أن المحقق هو النهي عن التخ تخمير الرأس عن تخميره كله كم حليل عباس وكذلك العمائم العمائم وفي حكمها كل ما يغطي الرأس فإذا نهي عن تغطية الرأس بالعمائم كذلك عن تغطية الرأس بما يصنع له من باب أولى مثل الطاقية وما أشبه ذلك ما يصنع للرأس فيكون النهي عنه من باب أولى لأنه تغطية للرأس وتغطية بمصنوع على قدره على قدره وأيضا مما يقوي هذا ويشهد له أن النبي عليه الصلاة والسلام احتاج ما وهو محرم احتاج ما ثابت الصحيحين وأشار أبو القيم رحمه الله في زاد المعاد إلى شيء من هذا وقال لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فدى ومثل هذا يعلم ويشتهر ويظهر وأنه لو فدى عليه الصلاة والسلام فإن هذا ينقل ويعرف وكونه لم ينقل يدل على أنه لم يفد عليه الصلاة والسلام وهذا يبين أن الأخذ على هذا الوجه ويكون على وجه الحاجة لا يدخل في مسمى حلق الرأس لا يدخل في مسمى حلق الرأس ولهذا لم ينقل أهن عليه الصلاة والسلام الفدية مع أن الفدية في حلق الرأس في هذه الكفارة وهل تكون هل يتعين النسك في بعض الأحيان لا الشان الشان كما تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّنها صلوات الله عليه الصلاة والسلام عليه فيما يتعلق بحلق الرأس ولم يفدي لما فعل ذلك ومعلوم أن المحتجم لا بد أن يزيل بعض الشعر وكان شعر النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا طيبا صلوات الله عليه ولم يفدي ففهم أن هذا أيضا من هذا الجنس وإذا كان هذا في الحجامات فما كان من عصابة أو نصوق فإنه من باب أو لا ومن ذلك أيضا وهي مسألة من جنسها بين جنسها ومسألة أخرى ما يتعلق بالأربطة ما يتعلق بالأربطة التي تكون في البدن التي تكون في البدن هذه الأربطة التي يحتاج إليها في الشد على الركبة نحو ذلك أو الشد على أربطة والمفاصل الشد على الأربطة والمفاصل هذه في آخرة كثير من العلم يرى أنه يفدي وذلك أنه شد على بدنه على هذا الوجه فيفدي والأظهر والله أعلم هو القول الثاني وأنه لا فدية عليه في ذلك وأنه لا فدية عليه في ذلك وذلك أنه منهي أنه منهي عنه في باب اللباس فيما يكون على البدن هو ما يكون مصنوعا له أما تغطيته تغطيته هذا لا بأس به ولهذا لو وضع لفافة على الجرح أو على موضع الكسر أو على موضع يحتاج إليه وضعها وضعا ولم يربطها فإنه لا فدية عليه لكن إذا كانت مشدودة مربوطة هل تأخذ حكم ما يلبس أم لا الأخر والله أعلم أنه لا بأس بذلك خاصة أن البدن أيسر من الرأس في باب الإحرام وذلك أن البدن لا بأس من تغطيته إنما نهي عن ستره بما يلبس له لجميع البدن أو لعضو من الأعضاء ومن ذلك أيضا مثل ما تقدم ما يربط تربط به الركب مثلا لشدها نحو ذلك مشألة أخرى وهي مشألة ليست بالجديدة وقد تكلم علماء عليها قديما لكن اختلفت صورتها اختلفت صورتها في هذا الزمن مع اختلاف الوسائل والتنقل وهي الحائض التي نجل بها الحائض ولم تطف طواف الإفاظة ولم تطف طواف الإفاظة هذه ما ستتكلم علماء قديما وكلام أهل العلم فيها كثير والمذاهب فيها كثيرة كما نبه عليكم القيم رحمه الله وذكر فيها مسالك كثيرة نحو ثمية مسالك أو أكثر وأن من أهل العلم من جعلها حكم حكم المعصر ومن أهل العلم من قال إنه ترجع إلى بلادها وتبقى ممنوعة من زوجها إن كانت تزوجه ممنوعة من الزواج إن لم تتزوج حتى يتيسر لها مجيئها إلى البيت فتطوف للإفاظة أو تبقى على حالها محرمة محرمة ببقاء يعني باقي الإحرام بقى مبقى قواف الإفاظة واستعظى بالقيم رحمه الله هذه المذاهب وبين رحمه الله ضعف هذه الأقوال بين ضعف هذه الأقوال وبين أيضا منافات كثير من هذه الأقوال ليسر الشريعة ولما جاء فيها من الأدلة الواضحة البينة فيما هو أيسر من ذلك وأنه تسقط الشروط التي تشترط عند المشقة أو عند عدم تحصيل الشرط وهذا مبني على مسألة الطهارة للحيط الجمهور يقولون إن الطهارة إن مسألة الطهارة للطواف الجمهور يقولون إن الطهارة شرط ومنهم من فرق بين الطهارة من الحديث الأكبر والطهارة من الحديث الأصغر منهم من قال إنها شرط في الطهارة من حديث الأكبر ولا بأس من الطواف مع الحديث الأصغر هو من أهل العلم من جوز مع الجبر بدم يجبر بدم لو طافت مثلا وهي حائط وهي حيث تجبره لأنه واجب وليس بشرط والنبي عليه الصلاة والسلام قال صنعي أو فعلي ما يفعل حاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطوي واختلف العلم هل العلة لكون الحائض ممنوع من المسجد أو العلة لكون الحائض ممنوع من الطواف والأظهر على كل هذه الأقوال كما نبه بن قيم رحمه الله وقبله شيخ الإسلام رحمه الله وهو الذي نظر في هذه المسألة وخرجها على قوعد الشريعة وأصول الشريعة وقال إنه تكلم فيها نظرا للحاجة إليها وأورد من أدلة والمعاني والأقوال ما يبين أن مسألة الطواف على هذه الصفة لا بأس بها واختار رحمه الله أنه لا بأس بذلك وأنه لا يلزمها دم على أي حل لا يلزم لأن من اتقى الله ما استطاع فإنه لا شيء عليه وهذه واجبات إذا أمر الله بها سبحانه وتعالى ورسوله عليه وقال وما جعل عليكم في الدين الحرج والنفي للحرج لجميع أنواع الحرج وقال سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم وقال لا يكلف الله نفسا وقال لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاب وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا ما أمرتكم إذا لايتكم عن شيء مجتني وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطاعتم وإذا كانت بعض ما إذا كان بعض ما يشترق للصلاة يسقط عند عدم القدرة عليه أو الضر في تحصيله فسقوطه في باب الطواف من باب أو لا من باب أو لا وهذه المسألة وهذا وجه اختلافه عما مضى من الزمن أنه ينظر في من تريد الطواف في من تريد الطواف إذا كان يمكنها أن ترجع إذا كان يمكنها أن تنتظر هذا لا يشكال في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما سأل عن صفيه قال أحابستنا هي أو هي أحابستنا قالوا إنها قد أفاض قال فلتنفر يقول عليه الصلاة والسلام فإذا تيسر انتظارها كانه الواجب لم يتيسر إلا بضر عليها أو على من معاه في هذه الحالة لها إذا كانت تقول أنا يمكنني أن أرجع وأنا عود بعد ذلك وأنا عود بعد ذلك فهذه يلجمها أن ترجع بعد ذلك وخاصة أن رجوع متيسر والعمل في هذا الزمن عبر السفر عبر الجو لخلاف ما تقدم فإنه إذا كانت من بلاد بعيدة فإن الرجوع متعسر أو متعذر لكن في هذا الزمن ويمكن الرجوع يسر وسهولة عبر الجو أو غير ذلك من وسائل التنقل بفضل الله سبحانه وتعالى وتيسيره ولا ينظر في هذا والله أعلم إلى قرب البلد وبعده لأنه أحيانا قد يكون قد تكون مثلا من بلد قريب من مكة ويتعلم أنها لو رجعت فإنه لا يمكنها أن تعود وقد تكون من بلد بعيد جدا ويتيسر لها الرجوع وهذا يرجع إلى نفس المرأة المكلفة بهذا جسم لا ينظر إلى المسافة بل ينظر إلى حالها فإذا كان يمكنها أن تعود وأن ترجع بكل يسر وسهولة في هذه الحالة تبقى على إحرامها حتى تطوف طواف الإفاظة ثم تعود ثم تطوف طواف الإفاظة إذا كان لا يتيسر شيء من ذلك وتبقى إما أن يقين حكم وحكم المحصة مختلف بعد ذلك في حكمها أو تبقى محرمة محرومة من النكاح ومحرومة من زوجها إن كانت متزوجة في هذه الحالة هذا إصر وشدة لا يمكن أن تأتي بها الشريعة تأتي الشريعة بمثل هذا في هذه الحالة كما قال أهل العلم اختاره شيخ الإسلام رحمه الله وتنميه القيم والكثير جرع كثير من العلم في هذا الزمن وأفتت به بعض الجهات وبعض اللجان في هذا الوقت وأنها تتحفظ وتجتهد بقدر الإمكان ثم تطوف ولله الحمد وتتحلل التحلل الكامل بذلك ولا يلجمها دم على الصحيح ولا يلجمها دم على الصوحين كان بعض العلم ألجمها بالدم في ذلك وهذه المسألة كما تقدم كثر كلامها العلم عليها وتفصيل الكلام فيها واختلاف العلم فيها وجبهر العلماء على المنع مطلقا وهذه اختيارات توافق معاني الشريعة وأدلة الشريعة من المسائل المتعلقة بهذا الباب أيضا وهي مسألة وحدت كثيرا وحدت كثيرا وهي مسألة جد هل هي ميقات أو ليست ميقات والأقوال المشهورة فيها يعني عدة أقوال قيل إنها ميقات لأهلها ومن ورد إليها ممن لم يرد الحج والعمرة وقيل إنها ميقات لكل من ورد إليها ميقات لكل من ورد إليها وقيل إنها ميقات لأهلها ولكل من جاء إليها من جهة الغرب من جهة الغرب يعني قصدا لا من شمالها ولا من جنوبها يعني من جاء إليها قصدا قصدا هذا يقع في بعض الجهات في بلاد السودان وأن بعض أهل تلك البلاد من جهة الغرب لا يوافقون أو لا يكونوا أمامهم ميقات حتى يصلوا إلى جد جدة في هذه الحالة يكونوا ميقاتهم جدة على ما ذكروا بعض علماء السودان وهذا هو الأقرب والله أعلم أن جدة ميقات لأهلها ولمن جاء إليها ممن لم يرد الحج والعمرة ثم نوى من جده على قاعدة في هذا كما قال عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشاء كما لو جاء إنسان من جهة الشرق فجاوز مثلا ميقات السيد ثم نوى بعد ذلك مثلا نوى بعد ذلك قبل دخول الحرم مثلا نوى يعني فيما بين السيد وما بين الحرم نوى العمر هو نوى الحج في هذه الحالة عليه يلبي من مكانه ويلبي بالحج إذا كان في أشر الحج في شوال فما بعده شوال فما بعده يلبي بالحج وإن كان السنة هو أن يلبي بالعمرة فيأخذ عمرة ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن على القاعدة في هذا كذلك من ورد إليها ممن لم يرد نسكن فنوى الإحرام منها فإن حكمه حكم أهلها والنبي عليه الصلاة قال ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ فكذلك أيضا مهل أهل جدة من جدة وكذلك من كان واردا إليها أسألوا سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه ونالك مسائل أخرى للعلم نتعرض لها إن شاء الله في لقاء آخر إنه جواد كريم والله أعلم وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد